حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء تماشيا مع عام الخير 2017 واللي أعلن عنه صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد أرن هيا رئيس الدولة حفظه الله وقع مجلس أبو ظبيل التخطيط العمراني في إطار مبادرته اللي أطلقها بمناسبة عام الخير مبادرت فيكم الخير اتفاقية شراكة مع تسعة من كبرى شركات التطور العقاري وذلك بهدف تفعيل مساهمات القطاع الخاص وتطويرها في المسؤولية المجتمعية معلنا أن إجمال حجم مساهمات القطاع الخاص الناتجة عن المبادرة تجاوزت 320 مليون درهم سيتم تخصيصها لمشاريع خدمية مجتمعية اليوم معنا لسادة حمد الشامسي مدير إدارة الأبحاث وتطوير في قطاع الشؤون الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في مجلس أبو ظبيل التخطيط العمراني راح في جسداتي الكريمة محبت هذا خيار درهم الله حبت نحن عندنا طبعا تقرير ومن عقبه إن شاء الله نخوض معاش في غمار هذه المبادرة وهذا المبلغ اللي جمع وإن شاء الله وأين سيتم تخصيصها بإدارة إن شاء الله إذن المشاهدين تقرير ونوعد مع الأستاذة حمده تابعونا تماشيا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيار رئيس الدولة حفظه الله بجعل عام 2017 عاما للخير فقد كشف مجلس أبو ظبيل التخطيط العمراني في وقت سابق عن إطلاق مبادرة المسؤولية المجتمعية فيكم الخير بالتعاون مع عشر شركات إماراتية عاملة في مجال التطوير العقاري وكان المجلس قد وقع على هامش فعاليات معرض سيتيسكيب اتفاقية شراكة مع تسعة من كبرى شركات التطوير العقاري بهدف تفعيل مساهمات القطاع الخاص وتطويرها في المسؤولية المجتمعية معلنا أن إجمال حجم مساهمات القطاع الخاص الناتجة عن هذه المبادرة تجاوزت 320 مليون درهم سيتم تخصيصها لمشاريع خدمية ومجتمعية يتولى مجلس أبو ظبيل التخطيط العمراني مسؤولية إدارة مبادرة المسؤولية المجتمعية لعم الخير وتنظيمها حتى تكون من ضمن أهم المبادرات خلال هذه السنة وسيعمل المجلس من خلال هذه المبادرة على توفير العديد من الفرص لشركات القطاع الخاص من أجل تقديم الدعم للمجتمع عن طريق بناء المرافق المجتمعية المستدامة في جميع مناطق الإمارة أستاذة حمد الشامسي طبعا ما أقدر أقول لك لفيتش الخير تسلم الله يخليك الكل في الخير إن شاء الله البلاد هاي بلاد خير إن شاء الله أكيد طبعا نحن مبادرة فيكم الخير أكيد لها أهداف سامية مدم هنا نبع من عندكم من إماراتنا طبعا تشوف الهدف الرئيسي لمبادرة عام الخير هي إعلان صاحب السمو سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بزايد رئيس الدولة حواظ الله أن يكون عام 2017 عام العلاقية للخير والعطاء وتعميق حس المسؤولية لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات والشركات تجاه المجتمع وتجاه الوطن أكيد ومن ضمنها طبعا له تفعيل مساهمة القطاع الخاص في موضوع المسؤولية المجتمعية أكيد طبعا الدعوة كانت هو المبادرة لشركات عقارية في البداية وهذا القطاع الخاص طبعا اختياركم لهذا القطاع بالذات بجانب أن تفعيل مسؤوليته أول شي طبعا لما انطرح موضوع الشراكة بيننا أو المحور الخاص بموضوع الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في موضوع مبادرة عام الخير طبعا عندنا القيادة تحت قيادة سعادة فلاح الأحبابي مدير عام المجلس بوظبي التخليط العمراني لما تم اطلاق المبادرة اختيار شركات التطوير العقاري لأنها تعتبر شركات التطوير العقاري شريك أساسي ومهم في عملية التنمية الاقتصادية في إمارة ابوظبي وطبعا العلاقة بين المجلس ابوظبي وشركات التطوير العقاري علاقة وطيطة ومتينة يمكن ليأكد هذا الشيء أن متانة هذه العلاقة من خلال إسهام العاملين والقائمين على هذه الشركات بداية نحن طرحنا هذه المبادرة ساهموا فيها على طرق باعتقادت نحن نتكلم عن ما شاء الله حوالي شهر نص إلى جماعة 320 مليون مبلغ كبير جدا بالنسبة لهذه الفترة الوتر كان حساس أن تضربوا على القطاع العقاري لأن هذه الشركات هي من يفهم وضع الدولة أو وضع أبوظبي خاصة أو غيرها من الماكن وحاجتها وأيضا ستأتي المساهمة لاحقا لهم فهو إن أعطى الآن سيحصل إن شاء الله مستقبلا ولكن العطية ما كانت بسبب التحصيل العطية لأن فيهم الخير مثلكم طبعا طبعا طيب القطاع العقاري الآن نحن نقول تسع شركات بعد الإعلان عن النتائج هل تهفتت عليكم بعض الشركات الأخرى أو مؤسساتية؟ بس خلني أضيف على موضوع أن الشهر ونصف طبعا أنا لن أبغي أبرز دور لكل من ساهم في هذه المبادرة طبعا فيه فريق كبير يشتقل على هذا الموضوع سواء من المجلس البوظبي التخطيط العمراني فيه جنود مجهولين يشتغلوا راه الموضوع هذا وعلى طبعا رأسهم سعادة فلاح الحبابي وطبعا شركات التطوير العقاري إحنا مرينا كثير من ورش العمل معهم وتقريبا تاريخها 10 إبريل إحنا صارت خلوة بمشاركة تقريبا 70 مشاركة من ضمنهم ممثلين من شركات التطوير العقاري ومنها الخلوة خلوة عام الخير إحنا طلعنا بمساهمات الخاصة في شركات التطوير العقاري جميل اللي هي يعني لما تم توقيع الاتفاقية وعداد الخلوة كان تقريبا أقل عن 10 أيام يعني ما نقول شهر ونوص إحنا في 10 أيام طلعنا بتقريبا 323 مليون مجهودات جمبارة طبعا أيادي بيضاء أن تتحدثين عنها يعني الشباب يشتغلون بروح المسؤولية المجتمعية كان المسؤولية المجتمعية في دولتنا كانت على قادتنا ومن ثم بثوا هذه الروح إلى الدوار الحكومية وأبناء الوطن ومن ثم انتشر الموضوع لأن يطال كل ما هو قائم على أرض هذه البلد الطيب طيب لماذا نحن بحاجة إلى تفعيل التحلي بالمسؤولية المجتمعية شوف المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية أحس أنها يعني تعتبر من أهم الدعائم في تقدم المجتمعات وهي وسيلة من وسائل تقدم الاجتماعات الفرد كيف تقيس قيمة الفرد تقيس بمسؤوليته تجاه نفسه تجاه المجتمع تجاه وطنه في مساهماته فأعتقد أن مبادرة التعامل الخير تكمل أو بذرة نعم هي انزرعات الحين قاعدين ناخد ثمرتها نحن نتكلم عن بوظبي وتعيش طفرة عمرانية وامتداد أفقي على مستوى الإمارة ولذلك مثل هذه المبادرات سيكون لها انعكاسات خاصة خصوصا وأنها تأتي بعيدا عن الخطة الاستراتيجية للدولة وإنما هي ستأتي لتدعم هذه الخطة في مناحي مختلفة كيف ينعكس مثل هذه المبادرات وتشارك في تنمية الإمارة؟ نحن طبعا لا يخفى على الجميع الطفرة العمرانية التي تعيشها إمارة أبوظبي المبادرة هي تلبي المتطلبات واحتياجات تطور الخاص بالانتشار السكاني الحالي والمستقبلي أنت تعرف أن السكان قاعد يتزايد تتزايد نعم وفي مناطق كثيرة تحتاج إلى كثير من المرافق الخدمية طبعا دور هنا دور القطاع الشركة للتطوير العقاري أنها تقوم بالمساهمة في تطوير الأماكن نحن طبعا نرى أن المبادرة في المبادرة هذه تساهم في بناء المرافق المجتمعية في المناطق التي فيها كثافة سكانية طبعا لا تتكلم عن المرافق المجتمعية أتكلم عن حدائق أتكلم عن ملاعب أتكلم عن مساجد أتكلم عن ممواشي فإن شاء الله هذه المبادرة ستكمل هي موجودة في كل مجمعات سكانية أو في كل منطقة سكانية موجودة ولكن الكثافة السكانية يمكن تفرض علينا أن نحن نخلق أكثر من منطقة في المجمع السكني الواحد لأنه واحدة أو اثنين أو ثلاثة ما تكفي نحن في النهاية هدفنا سعادة المجتمع المجتمع نعم أن الكلي حاصل اليابوي هذا الانتشار طبعا أكيد أنا أكيد على كلامك أن عملية توفر الخدمات هي العامل الرئيسي لجذب السكان لهذه المنطقة ووفودهم ووجودهم وراحتهم في منطقة سكنية معينة وبالتالي يخف الضغط على المناطق الداخلية لأن هناك خطط أيضا لأبوظابي لتوسعات داخلية ولكن تواجه بعض الصعوبات بتكدس الناس في هذه المنطقة هل المرافق الخدمية التي وضعتها كهدف لتزويد المناطق الخارجية هي الحل مثل هذه المشكلة؟ هي طبعا لأننا تشوف أنا قلت لك يعني في بعض المناطق موجود فيها البنية التحتية وموجود فيها ونحن نتكلم عن مناطق مثل ما قد خارج مدينة أبوظابي نحن نتكلم عن مناطق في العين نتكلم عن مناطق في الضفرة فالمناطق هذه فيها كثافة سكانية ومحتاجة من نوع من هالمرافق على أساس أنه مثل ما تقول نحن نتكلم عن جودة الحياة وسعادة المجتمع فتوفر مساهمة صنع الشركات القطاع العقاري في هذا الموضوع بجانب الحكومة الدور الحكومي فأكيد يعني بيكون لمردودة كبيرة ستختلف المنظومة ستختلف المنظومة أكيد طيب الآن عملية التطوع نشر ثقافة أيضا التطوع هل تساهم في دعم مثل هذه المبادئة؟ التطوع أنا أعتبره واجب على كل فرد مقيم على هذه الأرض نعم التطوع ليس لابد أن يكون مادي التطوع ممكن يكون شيء معنوي لحد محتاج لشيء معين أنا الآن بعد مبادرة عام الخير قاعد أغرس روح التطوع في عيالي حتى الصغار لأن بصراحة أقول لك مبادرة عام الخير اللي اطلقها سيدي صاحب السموشي خليفة غيرت حتى كثير من المفاهيم يعني صحيح نحن متربين على موضوع المسؤولية المجتمعية وعلى العطاء وعلى الخير بس هاية تكمل أسس على اللي تم وضعها أكيد وتنظم 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 أكيد فالشركات المؤسسات الحكومية لكل مطالب بالحملات التطوعية بتشكيل فرق تطوعية بنشروا توعية المجتمع بعملية التطوع وتطوع طبعا يمكن كثير ناس ما يفهمون أن تطوع هو ليس فقط ليس فقط عملية مادية أو تطوع شخصي في مبادرة أو فعالية أو غيرها تطوع بأنك أنت لا تلقي قماما صح يكفي لا تلقيها فأنت شاركت أنت تطوعت فأنا لا تشغل الشخص آخر موجود في هذا المكان لا تسبب مشكلة لا توقف في مكان خطأ يعني أمور بسيطة هي تطوع من الإنسان بأنه لا يفعل الخطأ حتى لا يجعل غيره يعمل بعمل إضافي طيب باقي القطاعات الخاصة لا أتكلم عنها شوي بإمكانها أن تساهم في مثل هذه المبادرة وشو الألية اللي ممكن يتبعوها للوصول لكم طبعا أنا يعني أول شي أشكركم على استضافتي في قناة الضفرة وأنا من من البرنامج هذا المبادرة عام الخير إحنا بعد ما وقعنا اتفاقية مع تسع شركات عقارية وصلتنا لكثير من الطلبات من شركات أخرى ما كانت من ضمن اللي وقعنا معاهم وطالبوا أنهم يشتركون فيها المبادرة وطبعا المجال مفتوح مفتوح للكل بس احنا نتكلم طبعا مفتوح للكل في المساهمة في بناء المرافق المجتمعية وتطوير المرافق المجتمعية اللي غير ربحية احنا نتكلم المجال المفتوح لحتى رجال الأعمال والأعيان اللي موجودين على هالأرض اللي باي ساهم في مبادرة عام الخير فيكم الخير اللي اقلقها المجلس بالعكس احنا نرحبه والآليات راه بسيطة احنا اطلقنا في خلوة عام الخير اطلقنا هشتاك اسمي فيكم الخير طبعا هشتاك فيكم الخير هذا موجه لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات حتى لو في فكرة حتى لو في أي مجال في مجال التخطيط العمراني ممكن يقدم لنا فكرة معينة سواء كان في بارة المسؤولية المجتمعية او اما بالنسبة للمساهمة في مبادرة عام الخير فاحنا عدنا وصائل التواصل الاجتماعي عدنا تويتر ممكن يطرح الفكرة طبعا احنا برد عليه او يعني يبدأ رغبته في المساهمة عدنا تويتر فيسبوك وممكن يتصل دايركت يعني مباشرة وياكم المجلس لا يقفى على حد فاحنا طبعا نتعرف في النهاية هي مسؤولية مجتمعية ومبادرة اذا يعني باختصار اقدر اقول لهم انه فيكم الخير هاشتاك فيكم الخير مجرد التواصل معهم ارجو الاتصال بي سوما يتواصلوا وياكم مباشرة بكل سهولة طيب هل في مجال انكم توفرون ان شاء الله في القريب العاجل موقع او مكان انه يختص بجمع الافكار لحاجة المناطق التي ليس بها خدمات كافية بانه حاجة السكان في تلك المنطقة او سيكون هناك زيارات ميدانية لاخذ اراء الناس ما هي حاجتكم في هذه المناطق حتى انها تخرجون في النهاية بتلبية الحاجة واسعاد الناس هنا طبعا نشوف من ضمن الخطة الاستراتيجية الموجودة عندنا المجلس ضبطة بالتخطيط العمراني يتم قياس واخذ اراء الافراد المجتمع بجميع في مش بس المراكز او الخدمات المجتمعية بارد من الخدمات الاجتماعية اكيد طبعا احنا ناخذ ونقيس من خلال استبيانات من خلال يعني وفي مبادرة ان شاء الله يعني موجودة وشغالين عليها في المجلس اللي هي خاصة بالموضوع الخدمات اللي بكل كل منطقة وبيكون في التواصل طبعا احنا عدنا مجالس التواصل نعم فأكثر عن مثلا خطوطكم كثير ما شاء الله هي ان يكون التواصل ومعرفة رأي الناس واحتياجات الناس وطبعا في ان اخذ احتياجات المطلوبة هاي طبعا دور من مهام من مهام مجلس بوضبط مهام طبعا ويضا لديكم شركات استراتيجية مع دوائر الإحصاء والبلدية ووجهات المعنية وزارة الاقتصاد وبالتالي انتم منظومة متكاملة تكملون بعض للوصول إلى ما قلنا في النهاية ان شاء الله سعادة الساكن القاطن أو المقيم شكرا لشكل شكرا ساتھ الكريمة ونتمنى ان شاء الله لكم التوفيق ونتمنى ايضا نحن نقلنا شيء أو صورة أو جزء مما بغيتوا تقدمونا وان شاء الله من طريقكم أنتم توصلنا مساهمات كثيرة في هذه المبادرة وانا شكر لكم لقاء الضوء على هذه المبادرة التي يمكن الأولى من النوع على مستوى حكومة الإمارات يمكن أن يصب في مبادرة عام الخير بما أنك ذكرت الإمارات ان شاء الله هذه المبادرة تعامل في القريب بإذن الله ان شاء الله شكرا لك حياك الله مشاهدينك كل الشكر للاستاذة حمدى شامسي مدير إدارة الأبحاث والتطوير في قطاع الشؤون الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني كنا نتكلم وياكم عن مبادرة فيكم الخير واللي بإمكانكم ممكن تتواصلون وياهم من خلال الهاشتاغ أو التواصل عبر هواتفهم طبعا الأرضية ومكان المجلس للتخطيط العمراني أيضا معروف في مدينة بوظبي نتمنى شكرا الله أنكم نكون من المبادرين فقراتنا الباغية إن شاء الله معكم بعد هذا الفاصل